انا عجبني مش عارفة نسميها فقرة ولا بنسميها فيتش مش عارفة نسميها ايه يعني اللي كان بيقدمها زميلي رجائي رمزي من شوي على العلاقات والتعاون ما بين المملكة العربية السعودية وما بين مصر حجم التبادل التجاري أحجام الشركات اللي موجودة ما بين البلدين كل الكلام ده الحقيقة عجبني جدا لان انا من الناس زي ما بقولك كده انا احب الحقائق والارقام الدعنية الدعنية يعني الدول لا تدار لا بالتمني ولا بالمحبة والكرهية العلاقات اللي بتقوم بين الدول وبالذات بالذات خلال تقريبا 40 سنة فاته ولو تقدر تقول انه مع انهيارات حصلت سياسية بدأت فيه اواخر التمانينات ومطلع التسعينيات ما اطلق عليه انا زاكي الاحادية القطبية كل الكلام ده قدى الى فكرة انه التحالفات بشكلها القديمة مش التحالفات القديمة بس التحالفات بالاشكال القديمة خلصت اللي موجود شراكات يعني ايه شراكات يعني اللي تكسبه هتعمل بيه ايه هتلعب بيه الاوراق الرابحة هي دي اللي هتشتغل دي هي طاولة النظام العالمي علشان كده لما انت بتيجي تشوف انه شراكات اقتصادية جديدة اصبحت بازغة وشراكات اخرى يمكن تكون بتختلف او بتتغير او في بعضها قد ينهار العملية كلها متعلقة بالمكسب المكسب مش بس اللي بيدخل فلوس المكسب كمان اللي بيأمنك سياسيا اللي بيأمنك عسكريا اللي بيأمنك اقتصاديا اللي بيأمن ثقافتك اللي بيأمن هيمنتك على الداخل بتاعك هي دي شكل الشراكات اللي بتتعمل في الدنيا فوانت بتتبع اي حاجة بعد اذنك حط الكلمتين دول كده اعتبرهم حلقة في ودنك تكسب